السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعد دوما بهذا اللقاء الذي يجمع بيننا على كتاب الله في رحاب القرآن الكريم الذي هو اطيب الكلام اطيب الكلام كلام الله رب العالمين نواصل رحلتنا في السير الى الله وذلك بالتأمل في الآيات القرآنية حسب تنزيلها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد وصلنا الى سورة الانعام بدءا من الآية 108 سورة الانعام التي نزلت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في السنوات الاخيرة في مكة وقد بدأ عدد المسلمين يتكاثر وبدأ ربنا عز وجل يعطي لنبيه المزيد من الادلة والبراهين الساطعة والنيرة على صدق النبوة وصدق الوحي ولهذا سميت سورة الانعام بسورة الحجة نواصل من الآية 108 حيث توقفنا في حلقة الامس ونتمعا في هذه الآيات ونتبرك بها ثم نأخذ منها العبر والعضات يقول ربنا عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسم بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليومنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يومنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليومنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أيها الأحباب الكرام هذه الآيات التي نزلت على قلب النبي الأمين بذأها ربنا بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم يحكي ربنا عز وجل أنه في خضم الصراع بين المسلمين والمشركين الصراع الذي هو بين الحق والباطل الصراع الذي هو بين الخير والشر منظومة الحياة منذ أن خلقها الله في هذا الكون هي قائمة على مجموعة مبادئ أي نعم مبدأ الأول مبدأ العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا أول مبدأ خلقنا الله تعالى من أجله والمبدأ الثاني الذي خلقنا الله تعالى من أجله وهو التنمية والتعمير هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارة الأرض وفي السير نحو بناء الحياة فوق الأرض وعبادة الرحمن سيقع هناك الصراع هذا منطق أزلي وتابت هذا هو منطق الحياة كلية في خضم السير في هذا الطريق إما الطريق العبادة لله وطريق التعمير والتنمية هناك صراع بين فرقاء مختلفون بعضهم يؤمن بالخير وبعضهم ينتصر لقيم الشر بعضهم ينتصر لقيم الإيمان والبعض الآخر ينتصر لقيم الكفر والعدوان وهذه إرادة الله لكي يمحص أهل الإيمان من أهل الكفر والعدوان لأن الحياة قائمة على مصابقة وعلى منافسة ولكي يكون هناك الأجر والثواب لا بد من الإبتلاء ولا بد من المواجهة فهناك قوم كانوا في الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فساد في العقيدة مسألة العقيدة أيها الأحباب الكرام مسألة جوهرية للأسف في عصرنا هذا بعض الناس يظنون أن العقيدة شيء هامشي الناس عندهم أولويات صار أولى الأولويات في زماننا هذا هي أولوية الاستهلاك هناك منطق يتم تربية الرأي العام الدولي ككل والبشر في زماننا هذا وكأنهم صاروا يعبدون إلها اسمه الاستهلاك يعني كل ما في الفكر والعقل هو أن الإنسان يعمل بالليل والنهار لكسب المال ثم بعد ذلك يشتري هل من مزيد هل من مزيد ويبقى هكذا والأمور تسير والسنوات تتوالى وكأنه لم يخلق في الأرض من أجل العبادة ومن أجل العمارة ومن أجل نشر قيم الخير في الزمن الذي نتحدث فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كان عندهم اهتمام بالعقيدة لكنها عقيدة فاسدة كانوا يعبدون الأصنام والأوتان عندهم مجموعة كبيرة من الأوتان حول الكعب المشرفة كان ما يزيد عن 360 صنم بعدد القبائل وفروعها هناك مجموعة قبائل كل قبيلة عندها إله وفرع القبيلة أيضا يأتي بإله وكبير الآلهة اسمه هبل وحوله اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهناك إساف ونائلة وهناك وهناك أعداد كبيرة من الآلهة وأكبرهم بوانة الإله الأعظم إله بوانة هذه الآلهة كان الناس يعتقدون بأنها تضر وتنفع وأنها تعطي وتمنع ويتبرقون بها ويقدمون إليها القرابين ولها كهنة ولها نظام ولها جبايات ولها مصاريف مؤسسات فجاء الإسلام ليقول بأن كل هذه الأوتان إنما هي مجرد حجارة وتمثيل ما فيها أي نفع فلما ظهر الصحابة الأوائل رضي الله عنهم وامتلأت قلوبهم بالإيمان الصحيح بالفطرة إيمان الفطرة إيمان التوحيد وصاروا يؤمنون عين اليقين بأن الإيمان بالله وحده لا شريك له هو الحق صاروا يدخلون في مواجهة مع المشركين يقولون لهم أنتم تقومون بصناعة الآلهة وتنحتونها ثم بعد ذلك تعبدونها وهذه الآلهة تباع وتشترى في الأسواق إنها صماء إنها بكماء إنها عاجزة وصاروا يسبونها مثلا إلى إساف ونائلة حقيقة أمره أن إساف هو شاب وسيم من قبيلة ونائلة شابة وسيمة من قبيلة أخرى وكان بينهما عشق وهيام أراد أن يتزوج لكن نشب الحرب نشبت حرب بين قبيلة إساف وقبيلة نائلة وصرت العداوة والبغضاء إلا أن إساف كان يعشق نائلة ونائلة تحشق إساف ومنعوهم من الزواج فانتصر لقيم المحبة وقيم العشق والغرام وانفصل عن سلطة القبيلة في ذلك الزمن هذا يعتبر أخطر أنواع الإجرام أنك تتنصل من القبيلة لابد أن تنصهر في القبيلة فدغب إساف ونائلة وأراد كلاهما أن يتحب فلم يجد مكان آمنا سوى أن يدخل داخل الكعبة دخل داخل الكعبة ولما تم القبض عليهما قالوا إن إساف فمرس الفاحشة على نائلة داخل بيت الله الحرام وكان العقاب أن رجمهما حتى الموت وصنعوا لهما تمتالان تمتال لإساف وتمتال لنائلة لكي يكون عبرة لمن يجرؤ على أن يلطخ سمعة الكعبة المشرفة بقي الصنمان هكذا في الناس يأخذونهم للعبرة يقفون أمامهم معتبرين ولكن مع مرور الأجيال ومرور السنين صار هناك جيل آخر يظن بأن هذه الأسلام هي آلهة والناس يقفون أمامها للتضرع وللخشوع وصارت معبودات دون الله تعالى هذه الأشياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له سرها وأنبأ بها صحابته الكرام وصاروا يسبونها يقول ويحكم أنتم تعبدون حجار صماء وكل صنم له تاريخ مشوه فصاروا يسبونهم إلا أن المشكل هو أن الجاهليين بدأوا يسبون الله رب العالمين قالوا أنتم تسبون آلهتنا سوف نسب إلهكم وبدأوا ينعتون الله تعالى بصفات أنه ظالم وأنه يظلم العباد وأنه فقير يطلب الزكاة ويطلب الصدقة وأنه كده وكده مجموعة كلام شبه به الله عز وجل حتى أنه لما طلب منهم الزكاة قالوا رب محمد افتقر وصاروا يسبون الله تعالى فأنزل الله عز وجل هذه الآية وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ يَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ قيل في مناسبة النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا يا محمد لَتَنْتَهِيَنَّ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا أَوْ لَنَهْجُوَنَّ رَبَّكَ وهنا سيدنا النبي لما نزت الآية نهاهم أن يسبوا أوتنهم حتى لا يسبوا الله تعالى عدوا بغير علم وهذه قاعدة قاعدة يعني أن أصحاب الإيمان وأصحاب العقيدة الصحيحة ينبغي أن لا يسبوا آلهة الآخرين هذه قاعدة للأسف تاريخ مليء بصراعات دموية أن البعض يسبوا آلهة البعض نحن أصحاب الإيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتعلموا هذا الخلق أنهم لا يسبوا عقائد الآخرين قد يكونوا نصرانيا قد يكونوا يهوديا قد يكونوا هندوسيا قد يكون عنده عقائد أخرى غريبة لا تسب آلهته لأنك إن سببته قد يسب إلهك وهذا فيه نهي عن عملية المواجهة لأن هناك مواجهة بين الشر والخير بين الحق والباطل لأن المواجهة لن نحقق من خلالها أي نتيجة إيجابية لمصلحة الإيمان فربنا يربي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته على أن يكونوا دعاة لا قضاة أنتم دعاة ولستم قضاة فعليكم أن تدعوا إلى الله بالكلمة الطيبة وتجتهدوا في إقناع الآخرين بأساليب مختلفة أما المواجهة والسب والقدف سوف يقيم حواجز نفسية ضد هؤلاء حتى يصيروا مؤمنين ويتحول الموقف إلى سب الله من قبل المشركين فيسب الله تعالى عدوا بغير عم هذه القاعدة أصل فيها العلماء والفقاهاء قاعدة تسمى بسد الذرائع سد الدرائع وأن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها فوسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر فهذه قاعدة استنبطها العلماء تسمى قاعدة سد الذرائع حتى لا يتسبب هؤلاء في سب الله جهلا واعتداء بغير علم ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى إذا وجد الإنسان فيه رغبة في الإيمان والهداية فإنه يزين له الإيمان أنت أيها العبد المؤمن إذا قلت أنا يا ربي أريد أن أكون مؤمنا وعلم الله تعالى بأنك تريد أن تكون من أهل الإيمان يزين لك الإيمان في قلبك أما من كان يريد الغوالة وأراد أن يكون من أهل الضلال ويرفع لواء الإفساد فإن الله تعالى سوف يزين له هذه المبادئ وسوف يقتنع يصير عنده اقتنع عقلي بأن هذه الفكرة أو الإيديولوجية هي الصواب كذلك زينا لكل أمة عملهم فالدنيا أنت حر لا إكره في الدين لك أن تعتقد ما تشاء ولكن احضر إن كنت تريد الإيمان وتريد الهداية والصلاح فإن الله سيزين هذا الإيمان في قلبك ويحببه إلى نفسك وإذا كنت تريد الغواية والإضلال والإفساد فإن الله تعالى سوف يزين ذلك في فكرك وعقلك وتظن أنك على حق هذا في الدنيا ما في حساب الدنيا نحن كلنا أحرار لكن بعد الموت ماذا سوف يكون بعد أن ننتقل من دار الفناء إلى دار البقاء نحن اليوم نحتمي بالقانون ونحتمي بلوبيات نحتمي بمن هم معنا في نفس الخط التحريري أو السياسي ولكن غدا لما أكون في قبري وقد صرت جتة هامدة تصوروا لما يموت أحد أقاربنا ونقوم بتغسيله تراه بأنه جتة هامدة تحركه يمينا وشمالا لا ينطق ولا يرى ولا يتكلم ثم يوضع في القبر جتة نتنة ونرمي عليه التراب تصوروا وظلمة القبر هنا سيبدأ الحساب لهذا ربنا قال ثم إلى ربهم مرجعهم سنرجع نحن الآن هذا ليس وطننا هذه الحياة نحن فيها مؤقتين سوف نرجع إلى الحياة التي كنا فيها من قبل نحن كنا ملايير السنين منذ أن خلق آدم كنا في الدار الأخرى وجئنا إلى هذه الأرض كمؤقتين نقضي ستين سبعين سنة وهناك من يتوفى صغيرا أو شابا وقليل من يتجاوج السبعين مدة قصيرة جدا ثم نرجع لهذا قال ربنا عز وجل ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون سوف نرجع جميعا إلى الله تعالى ويقول ربنا اقرأ كتابك سيخرج لنا كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة سوف تسأل وعليك أن تجيب ولك المساحة الكاملة للجدال والمناقشة لكن لن ينفعك أي لوب أو أي تيار ستكون بينك وبين الخالق عز وجل لهذا الإزان عليه أن يعد العد لذلك اللقاء لكن مع ذلك أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الإلحاد يسهرون يقولون هذا عبت هذا كلام ما عنده أي منطق هذا كلام مضيع للوقت هذا فعلا بالضبط ما قاله المشركون في ذلك العصر ماذا قالوا بعد الآية قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن المشركين المكذبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون هم أيضا يقسمون عندهم دين دين فيه الشرك يشركون بين الله والأوتان والأسلام أقسموا بالله فالمشركون في مكة المكرمة لم يكونوا ملحدين لم يكونوا ينكرون الله وإذا سألته من خلق السماوات والأرض ليقولون الله هم مؤمنون بالله لكنهم مشركون يعتقدون بأن الله خلق وانتهى لكن الذي يدبر شؤون الحياة ويؤثر في الأرزاق والأعمار والسعادة والخير والشر هم قوى أخرى مجموعة من القوى الأخرى هي الأصنام والأوتان فأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني قسم مغلض مؤكد ماذا قسموا؟ قالوا لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها يا محمد إن كل ما صدر منك هو لا يقنع قالوا بأن نريد آية نريد دليلا على أنك صادق إنك لحد الساعة تقول لنا كلاما وكلاما نحن نريد آيات بينات وأدل واضحة فسيدنا النبي يقول أيه آية تريدون هل تريدون أن أضرب بالأرض فتنشفجر بالمياه؟ هل تريدون أن أضرب الجبال فتصير ذهبا؟ هل تريدون أن آتي بسفينة مثل نوح فتصير في الصحراء؟ ألا يكفيكم أن القرآن الكريم هو أعظم آية؟ طبعا هذا الكلام من المشركين هو من باب التعنت ومن باب الذي ما عنده جواب لهذا ربنا لم يجيبهم لم يقل قال قل إنما الآية عند الله ربنا لو أنه أنزل آية سيكون هذه تسمى آية الاقتراح لأن الأنبياء السابقين كلما فرضوا على أقوامهم فرضوا عليهم مثل هذه الآية آية الاقتراح كان ربنا ينزلها لكن يعدب بعدها سيدنا المسيح قالوا له أدعو الله أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لنا الأولين وآخرين وآية منك فلما طالب من الله أن تنزل الآية ربنا قال ولكن إن كفرتم لا أعدبنكم عذابا لا أعدبه أحد من العالمين وفعلا أنزل الله مائدة من السماء أنزلها على المسيحيين ورأوها بأم أعينهم وأكلوا وشاربوا وانتهت المائدة لكن بقي بقي في أعناقهم هذا العهد مع الله أنهم لو خلفوا أو جادلوا فإن العقاب ينزل بهم قويا وهذا ما وقع والعياد بالله وكل الأنبياء افترض عليهم أقوامهم آيات الاقتراح فإذا نزلت مثل سيدنا صالح لما قالوا له تجعل هذه الصحرة تجعلها ناقة وفعلا طلب من الله أن يسير الصحرة ناقة فأخرج لمنهم هذه الناقة وقال هذه ناقة الله لتقربها بسوء لكن في الأختام عقروها فدمدم الله عليهم وعقبهم المولى عقابا شديدا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رب لا تنزل على قومي آية من آيات الاقتراح دعهم والقرآن القرآن يكفي ما فيه من الآيات البينات تخاطب العقل وتخاطب المنطق وتشرح الكون كافية لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بؤت رحمة العالمين كان يعلم بأنه لو أنزل الله آية اقتراح وكفروا بعدها وتعنتوا بعدها فربنا سوف يلحق بهم العذاب الأليم ثم قال إنما الآية عند الله هو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل هذه الآيات إن شاء أرسلها وإن شاء منعها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ربنا يقول ممكن أن يرسل الله هذه الآيات ولكن حتى ولو جاءت فهناك فئة تجادل من أجل المجدلة هي لن تؤمن قطعا وربنا يعلمها في علمه الأزلي أنهم لن يؤمنوا ويعلموا قلوبهم ويعلموا أفكارهم لأن ربنا عز وجل يعلم خلاجة النفس يعلم خواطر الفكر هو أقرب إليكم من حبل الوريد ما يضر في رأسك ربنا يعلمه لأنه هو الذي خلقك وخلق أفكارك وخلق كل شيء لذا قال بعدها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي سوف نحاقبهم بنفس قصدهم ونيتهم فإن الحجة ستقوم عليهم بتقليب القلوب والحيلول بينهم وبين الإيمان بعدم التوفيق لسلوك الطريق المستقيم لأنهم هم الذين جانوا على أنفسهم فربنا قد أعطاهم البيان والحجة وهم جادلوا ورفضوا فربنا لن يكرمهم بالهداية سوف يسذب منهم هذه الهداية لأن تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم هذا افتراء لابد أن نعلق الإيمان بالاعتماد على الله الله تعالى هو الذي أعطانا الإيمان الله الذي هو أكرمنا بذلك فمدم أنهم رفضوا حتى ربنا قال ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ربنا يقرر أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا يا محمد لا داعي لكي تنزعج بشأنهم هؤلاء القوم قد طبي على قلوبهم لن يؤمنوا ولو أن الله تعالى أنزل عليهم الملائكة ينزل الملائكة من السماء يرونهم بأم أعينهم بل ولو أخرج لهم الموتى من القبور بعثهم من قبورهم وحشر إليهم كل شيء ورعوا بأم أعينهم الموت والبعث والنشور والملائكة ومظاهر اليوم الآخر كل هؤلاء الحشر من الله قبل يعني مشاهدة مباشرة بصدق ما كانوا ليؤمنوا أبدا إلا أن يشاء الله بمعنى أن الله تعالى الهدايا إليه لا إليهم الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء الله هو الفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته فالهدايا من عند الله وهذا الآيات ربما قد تشكل إشكالا عند البعض قضية المشيئة والاختيار هل الإيمان هو من تدبير الإنسان أم أنه هدية من عند الله وهل الكفر والشرك هو اختيار من الإنسان أم أن الله فرض عليه أن يكون كفرا وكتب عليه ذلك لما نقرأ مثلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الآية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الحالكة خصوصا بعد وفاة عمه أبو طالب الذي كان يحبه وينافح عنه ويدافع عنه مات وهو مشركا مات وهو لم يؤمن ودعا الله تعالى فقال له رب العزة إنك لا تهدي من أحببت يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يقول قائل هل العبد عنده المشيئة والاختيار ليكون مؤمنا أم أن الأمر مفروض عليه في التاريخ البشري عند كل الديانات وقع هذا الإشكال تيار يقول بأن الإنسان عنده العقل وعنده المشيئة وعنده الاختيار وهو الذي يختار ما يشاء بعقله وفكره وإرادته تيار آخر يقول لا نحن مجبرون نحن نسير مثل القطيع ويفعل بنا ليس خارج إرادتنا وبقيها التياران في صراع في كل الأديان القرآن الكريم كتاب الله تعالى يزيل اللبس عن هذا الإشكال فيؤكد بأن العبد أي نعم له المشيئة والاختيار ربنا لما خلقنا أعطانا إرادة وأعطانا اختيار فقال جل جلاله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا انظروا إلى الأسنوب القرآني في صورة الإنسان ربنا يتكلم عن تخلق الجنين واكتمال جسم البشر إن خلقنا الإنسان من نطفة يعني كلنا جميعا من يتطاول ويتكبر ربنا يذكرنا بأصلنا ألم يكن كل واحد منا عبارة عن نطفة خرج من صلب أبيه من نطفة أمشاج نبتليه يعني دخل إلى الرحم رحم أمه يعني من الفرج إلى الفرج وصار أمشاج وربنا هو الذي أكرمه بالخلق والتخلق فجعلناه سميعا بصيرا يعني لم يكن الإنسان في أول أمر إلا قطعة دم شوف الجنين في المراحل الأولى من عمره يكون عبارة عن قطعة دم لا يسمع ولا يرى وما عنده لا إرادة ولا اختيار ولكن الله سبحانه برحمته شق له البصر والسمع وأعطاه القدرة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فالإنسان يختار ربنا أهدانا هديناه السبيل والإنسان له أن يختار إما أن يكون من أهل الشكر وإما من أهل الكفر إذا أعطني الله نعمة إما أقول هذه النعمة من عند الله وأحتفظ بها وأستعمل فيما يرضي الله وإما أن أطغى بها وأتجبر أنا في كامل الحرية القرآن الكريم يبين بأن الإنسان ربنا بيّن له طريق الهدى ورغبه فيه وبين له طريق الضلال ورغبه منه لهذا قال ألم نجعل له عينيني ولسانا وشفتيني وهديناه النجدين الإنسان لما خلقه الله أعطاه عينين ولسانا وشفتين يعني بالعينين نبصر وبالبصر ندرك ثم أعطانا القدرة للتعبير شق الله تعالى العينين وشق الله تعالى الفم اللسان تصوروا في أول الخلق العيون دينا لم تكن هكذا مشقوقة كانت بشرة واحدة فشق الله البصر رحمة بنا حتى اللسان دينا داخل ثم دينا مغلق مغلق كأنه طرف واحد من البشرة فشق الله تعالى الشفتين وأعطى القدرة لللسان على أن يتكلم سبحانك ألم نجعل له عينيني وليسن وشفتين وهديناه النجدين يعني ربنا بيّن لنا الطريقين النجدين السبيلين طريق الخير وطريق الشر طريق الإيمان وطريق الكفر فهذه الآيات وغيرها كثير تثبت حرية الإنسان واختياره ومشيئته للهدى والضلال ويستطيع أن يكفر أو أن يشكر وربنا عز وجل أسند الأعمال كلها للعبد قال رب العزة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءف عليها وما ربك بظلام للعبيد فربنا أسند جميع أعمالنا وكسبنا لأنفسنا من عمل صالحا فلنفسه يعني أنت الذي عملت أنت تبني مستقبلك أنت تبني آخرتك ومن أساءف عليه أنت تهدم مستقبلك تهدم آخرتك ومن أساءف عليها وما ربك بظلام للعبيد لأنهم قالوا ربك ليس ظلام للعبيد ولكنه ظالم فقالوا لا ربنا لما قال بظلام صيغة مبالغة ومعنى ذلك حتى لو أرد ربنا أن يظلم لك لظلم ظلما كثير ورد عن الجواب بآية أخرى إن الله لا يظلم مثقل دره وإن تكو حسنة يضاعفها وكلمة الضر هنا إعجاز لم يكن العرب في ذلك الوقت يعلمون حقيقة الضر وهي الجزء الذي لا يتجزأ من الشيء وكلام عن الضر قوي جدا نتحدث عنه إن شاء الله في حلقات أخرى حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسبق في الفتح الرباني وشيء مدهل تعلم بأن القرآن ليس من إبداع سيدنا محمد وإنما هو من خلق الله فالإنسان هو مسؤول عن أفعاله ونحن نعلم بأن الشريعة الإسلامية السمحاء استثنت بعض الحالات عن المسؤولية الصبي مثلا ما عنده مسؤولية والمجنون ما عنده مسؤولية والمكره ما عنده مسؤولية رفع القلم وعن الصبي حتى يحتنم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقب والمكره ما عنده مسؤولية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وكذلك الذي لم تصله الدعوة الإسلامية هناك أقوام في عالمنا هذا في أوروبا في أمريكا في روسيا في القطب الشمالي المتجمد في أستراليا هناك أقوام لم تصلهم الدعوة أو وصلت إليهم مشوهة هؤلاء لا يحسبون هؤلاء مرفوعون عنهم التكليف والمسؤولية لأن ربنا عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هؤلاء لم يصلهم رسول لم تصلهم الدعوة الإسلامية أو وصلت إليهم مشوهة إذا سألتهم ماذا تعرفون عن الإسلام يقولون دين فيه تخلف أصحابه يميلون إلى الدم والحروب والانفجار وعندهم رغبة في النساء والتعدد والشهوة واللدة ويميلون إلى الكسل وعدم الإبداع هذا هو التصور الذي عند مجموعة من الغربيين والشرقيين حول العرب مفاهيم خاطئة فربنا ما كان ليعدبهم لأنه لا بد من البيان أولا فلكن هذا لا يعني أن نقول بأن المنحرف صار منحرفا لأن إيرادة الله تدخلت فيه فصار منحرفا ثم يعاقبه على انحرافه قد يقول قائل شخص ربما يفسد في الأرض يزني يشرب خمر ربنا جعله منحرف ويعاقب على انحرافه كلا وباختصار أيها الأحباب الكرام قضية المشيئة والهداية والضلال هي على أنواع ثلاثة باختصار حتى تتركز في الأدهان لأن الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة وفيها حكم وأسرار باختصار شديد هناك الهداية العامة الهداية العامة هذه لكل البشر الله عز وجل هدى كل الخلق وفطرهم على جلب النافع لهم ودفع الضر عنهم اليهودي والنصراني والمسلم والبودي والملحد والمشرك كل الخلق تسمى الهداية العامة قال فيها عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هذا للجميع وقال أيضا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذه تسمى الهداية العامة مثلا هذا الأزواج من الكائنات إلى التزاوج والتكاتر ورعاية الصغار شفت الرجل مع المرأة يتزاوجه ورغم المشاكل يصبره بشر بولي وليدت وهكذا بقية الحيوانات الدجاجة والكلاب والقطط حتى الأفاعي حتى الطيور في السماء حتى الحيتان في قاع البحر كلها كائنات أزواج ربنا هداهم للتزاوج والتكاتر ورعاية الصغار ثم الصغار أيضا ربنا هداهم لأن يلتقم تدي أمهاتهم يلقى حلعين الصغور الجنين يخرج من بطن أمه يلتقم تديها يلتمس الغداء وقس على ذلك هذا يسمى الهداية العامة وهناك هداية تانية يسمى هداية الدلالة والإرشاد يعني أن الله تعالى سوف يرسل الرسل وينزل معهم الكتب المقدسة لكي يعلموا البشر هذه وظيفة الأنبياء لما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ففي كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان ربنا يبعث الأنبياء والمرسلين وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين يبعث الله العلماء والدعاة وغيرهم كلهم ليوضحوا سبيل الفلاح وسبيل الهلاك كما قال تعالى وهدينه النجدين دائما هناك من يرشدك ويدلك على الخير ويحذرك من الشر فمن أخذه ربنا يزيده في الخير من رفضه من الذي يقع وأما تمود فهديناهم تمود قوم صالح ربنا هداهم لكنهم رفضوا وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى استحبوا العمى على الهدى هم رفضوا واستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وهناك هداية أخرى وهي الأهم أكثر من هداية الدلال والإرشاد تسمى هداية التوفيق والمعونة هذه خاصة بأهل الإيمان حينما الإنسان يسمع القرآن ويسمع الحديث ويسمع الكلام عن الإيمان يزداد هدى ويحب ذلك إذا لمس فيه الله تعالى أنه يحب ذلك زاده يقين زاده إيمان وإذا لمس فيه رفض أغلق الله عليه الأبواب هكذا قال رب العزة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إذا كان فيك الإيمان والرغبة الصحيحة في التدين فإن الله تعالى يحبب إليك الإيمان ويجعل الخلايا والهرمونات والأفكار والمشاعر والأحسيس والخواطر كلها مؤمنة تشعر بأنك كل وتسجد لله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يحكي ربنا عن فتية أهل الكهف والرقيم أنهم شباب مؤمنين ويبحثون عن الحق فربنا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى فلكي يزيدك الله هدى الشرط هو أن تبادر أنت أيها الإنسان المكلف إلى البحث عن الهدى كلما بحثت فتحت القرآن لتفهم كلما سألت أهل العلم كلما بحثت عن الكتب كلما بحثت عن شيء ينر لك الطريق وربنا يلمس فيك هذه المبادرة فربنا يزيدك هدى ربنا يفتح لك الأبواب وتشرب من نعيم الإيمان أما من كان يريد الإضلال ويقول بأن كل هذا خرافة وإضلال وتعتر يعطي المسار التنمية يعطي المسار حقوق الإنسان نحن في قرن الذرة والمجرة وأنتم تحدثون عن عصر الجمل والناقة والخيمة هذا كلام فارغ يقوله مثل هذا الكلام وهو في قلبه ضلال ربنا ماذا يفعل به يصرف عنه الإيمان يصرف عنه ويجعله يضر في حلقة مفرغة أو يكون الإنسان يحب الفسوق والعصيان يحب المحرمات ويقول هذا الدين جاء لكي يعقدنا حرم علينا العلاقات العاطفية بين الرجال والنساء وحرم علينا أن نشرب نخب الخمر وحرم علينا أن نتعامل بالربا وحرم علينا كذا وكذا هذا دين لا يصلح شريعة قديمة بعد مرور خمسة عشر قرن لا يمكن أن تكون مناسبة لهذا العصر فهذا ماذا يفعل به رب العزة ربنا يصرف عنه الإيمان ويجعل بينه وبينه حجاب مستور هكذا قال رب العزة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخده سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخدوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نسأل الله السلام والعافية هذا كلام قوي ربنا يهدد كل من يرفض الدين أو يصرف الناس عن الدين سيعامله الله بالمثل سيصرف عنه الأهيات لن يرى المعجزات أهل الإيمان يرون الله في كل مكان أحدهم قال له سأله هل رأيت الله قال أي نعم رأيت الله قال أين رأيته قال أراه في كل شيء أراه في النبتات أراه في الأفلاك في النجوم في البحار أراه في أطفال الصغار أراه في زوجتي أراه في كل مكان قال كيف قال أرى الصنعة فأدرك عظمة الصانع لما أرى الصنعة في جمالها وبغائها ورونقها أعلم بأن الصانع أجمل وأبهى وأكرم هذا أطاه الله نور الإيمان أما آخر ختم الله على قلبه فتراه يقرأ بعض الكتب لبعض الفلسفة الوجوديين أو الملاحدة يضر في حلقة مفرغة ولن يفيد نفسه ولا الآخرين بل هو يسير لذا قال الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين وقال مرة أخرى ويضل الله الظالمين بل قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب مرتاب فيه شك والعياد بالله إذا فالهداية نوع من الثواب على اختيار الهدى أما الإضلال هو عقاب لمن اختار الضلال أصلا فربنا عز وجل يجازي هنا في الدنيا قبل الآخرة إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله اسأل نفسك هل أنت ممن إذا سمع القرآن وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبك يهتز روحك تستبشر بالخير إذا كنت كذلك فأنت من أصحاب الهداية وربنا قد أثابك على اختيار هذا الهدى إذا كنت كلما سمعت القرآن تضع أسبوعيك في أذنيك وتقول هذا مرة أخرى هراء ومضيع للوقت معنى هذا أن الله تعالى قد عاقبك بأن سلم منك الهداية وجعل الضلال غشاوة على قلبك والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية لهذا ربنا يبين سبب إضلاله لبعض عباده هو ظلمهم الله لا يضل أحد الذي رأيته ضالا هو ظالم لنفسه قال عز وجل يتبت الله الذين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تعالى يفتح أبواب الهداية للجميع يتبت التبات حتى في السؤال عند الممات تكون في القبر ويأتيك الملكين أئما نكير ومنكر وإما بشير ومبشر ويسألانك من ربك ما دينك ما قولك في الذي معت فيكم تجيب بكل هدوء لأن ربنا عز وجل يتبتك يتبت الله الذين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الظالمين قال عنهم ويضل الله الظالمين بمعنى أنه صار ظالا لأنه ظالم لنفسه ولهذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعرف حقيقة الهداية والضلال لنعقد مقارنة بين البشر والملائكة الملائكة أجسام نورانية ما عندها إرادة ولا مشيئة ولا اختيار لا تستطيعوا الضلال أو العصيان لأنهم مفطورون على العبادة نحن بدي البشر ربنا أعطانا الحرية وأعطانا الاختيار قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه المشيئة الإلهية نحن لنشاء شيئا إلا إذا كان في حدود مشيئة الله وإرادته فمشيئة البشر ليست مشيئة خارج عن حدود مشيئة الله الله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين إما طريق الهداية وإما طريق الضلال فإن اختار الطريق الأول ففي نطاق المشيئة الإلهية وإن اختار الطريق الثاني أيضا هو في نطاق المشيئة الإلهية لذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وكان بعض الصالحين يدعون الله تعالى بدعاء المشيئة ندعو به جميعا أيها الأحباب الكرام لكي يرحمنا المولى ونقول اللهم اجعل ما أشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما أشاء مخالفا لما تشاء وما أنا حتى أشاء خلاف ما الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هكذا ربنا عز وجل يختم هذا المقطع لما قال ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون بمعنى أن كلنا داخل المشيئة الإلهية لأن الوجود كله مرضون بالمشيئة الإلهية أنت أيها الإنسان ما قيمتك في هذا الوجود أنت أقل من ذرة في هذا الكون الفسيح وبصرك وسمعك وعقلك هبة من عند الرحمن فإذا سلمت الأمر لله وهبك الله تعالى المزيد من الأنوار كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيدنه فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله